تناقل عدد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أن السلطات التركية وضعت يدها على أرصدات مرشح إلى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة في تركيا وقالت صحيفة حرية التركية أن صندوق تأمين موضوعات الإدخار أعلن هذا القرار عندما لم يسدد مصطفى ساري جول وتسعة دائنين آخرين قردا بقيمة 3.500.000 دولار ترجمة نانسي قبل